أسفر انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى سوق الأوراق المالية في العاصمة اليونانية أثناء عن إصابة امرأة بشضايا زجاج متناثر من مبنى البورصة وتدمير عدد من السيارات وأعلنت الشرطة اليونانية أن الحادثة تزامن مع انفجار آخر لقنبلة محلية الصنع أمام إحدى الوزارات في مدينة سالونيكي الساحلية ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن أي من التفجيرين